كينيا ومصر والاتنين بيرعبوا في مركز رقم 6 خل المنتخب بدون لاعب رقم 8 دي كانت أول مباراة لمحمد صلاح مع المنتخب منذ مشاركته أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا شهر يوليو 2019 وكان الأداء هزيل من محمد صلاح شكله بيفكر في مدشرية المدريد صابت حمد فاتحي بيكادمة في الزراعه أثناء المباراة سدد منتخب مصر 3 تزديدات منهم واحدة في الشباك بينما سدد منتخب كينيا 15 تزديدة منهم 5 على المعلمة واحدة سكنت الشباك عقب المباراة تم الإعلان عن مكافأة 200 ألف جنيه لكل لاعب عقب الصعود وبعد المباراة مباشرة توجه أحمد حجازي إلى المطار للعودة إلى السعودية فيما يتواجد باقي المحترفين في مباراة جزر القمع وبعد المطشة سأل الكابتن حسام البدري عن عدم مشاركة محمد النني قال إن النني لم يخد مع المنتخب إلا تمرينة واحدة معلق المباراة بيستمر في استفزاز جمهور الأهلي لما قال إن الأهلي تالت العالم مرتين بس الزمالك كان أول العالم بس هو قال المعلومة منقوصة التصنيف اللي بيتكلم عنه هو تصنيف تابع للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ويأتي عن مباريات شهر معين والزمالك كان تصنيفه الأول في فبراير 2003 بس الأهلي حصل على التصنيف ده مرتين مرة في يونيو 2006 وفي يوليو 2007 السؤال اللي بيترح نفسه ليه بيحاول دايماً يستفز جمهور الأهلي وليه بيقول المعلومة منقوصة وليه بيعمل تشاحن بين الجماهير وبيزود عملية التعصب أعتقد أنه قال كلمة الأهلي والزمالك أكتر ما قال كلمة منتخب مصر ونروح على أخبار النادي الأهلي ونبتديها بزيارة كابتن محمود الخطيب إلى سموها بعد دعوة فرج عامل رئيس النادي وأكد أثناء الزيارة مناقشت بعض الأمور بشأن تطوير الكرة المصرية وأن الزيارة كانت بعيدة عن أي مناقشات في انتقالات اللاعبين كما زارت كابتن محمود الخطيب الاتحاد السكندري تلبية لدعوة محمد مصلح رئيس النادي وتبادلها الهدايا التسكارية والدروع وقال للكابتن الخطيب أنه حريص على التواصل مع كل الأندية وسأحرص على زيارة الإلمبي وسبورتينج بمشاركة وليد سليمان فاز الأهلي على شبابه بأربعة أهداف مقابل هدف وديا على ملعب مختار التتش بالجزيرة وأحرز الأهداف هدفين بدر بنون وهدف مروان محسن وهدف أحمد سيد غريب وصرح الجهاز الفني أن المباراة دي كانت للإطمئنان على العائدين من الإصابات ما تم تعيين الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في السودان ويسافر الأهلي يوم 31 مارس الجاري حيث سيواجه الأهلي المريخ يوم 3 إبريل في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ونروح لأخبار نادي الزمالك وفي صباح يوم الخميس خضع لعبين الزمالك التدريبات بدنية بمجمع الصلاة قبل بداية المران الجماعي وفي المران الجماعي أسم كارتيرون اللعيبة لثلاث مجموعات ثم عقد كالسة مطولة مع طبيب الفريق للإطمئنان على العائدين من الإصابة خلال الاستعداد لمواجهة المولدية يوم 3 إبريل في الجولة الخامسة في دور المجموعات في نهائي دوري أبطال أفريقيا كما تم إلغاء ودية الزمالك ضد الشبابه المقررة لها يوم الجمعة اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس اعملوا لايك وشير هنتابع كل أخبار المنتخب وفرق المصرية البنات برضو بتفهم كورا